اشتركوا في القناة والقادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا لك يا رب العالمين لا يخفى على علمكم الشريف أن الله عز وجل وضح لهذا الأب حقوق لتلك الأبناء أو لذلك الإبن وتلك البنت حقوق رتبها ربنا تبارك وتعالى بعضنا أيها الإخوة والأخوات يظن أنه كلما طلب ذلك الإبن أو تلك البنت طلبا أن الأب يلبيه هذا يقول هذا من بر يعني أو من حقوق الأبناء على الأب وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الآباء والأمهات ليس كل ما يطلبه الإبن أو البنت أن نأتي به بل هذه ربما تكون من المفسدات في حياة هذا الإبن أو تلك البنت ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر للأمة فقال عليه الصلاة والسلام كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رعيته نعم إذا أتت البنت أو أتت الأبن نفرح بهذا المجيء نستقبله يستقبله الأب أو الأم تستقبله في حسن معاملة يستقبله الأب في كلمات تستقبل هذه الأم تلك البنت نعم ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان كان يحب فاطمة الزهراء رضي الله عنها و أرضاها كان يحبها حبا جمّا و لذلك لما دخلت فاطمة كان يجلسها في مكانه و هذا ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها و أرضاها و لذلك أيضا لما جاءت شيماء بنت الحارث رضي الله عنها و قام عليه الصلاة والسلام و هو بين أصحابه انظروا بين أصحابه و هو يرى أخته شيماء بنت الحارث أخته من الرضاء أتت فقام النبي عليه الصلاة والسلام و ذهب إليها و قبلها و هو يقول لها كيف كنتم كيف أنتم من بعدنا كيف كنتم يا شيماء كيف حالكم يسألها يقول راوي الحديث فتعجبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام لتلك المرأة لا يعرفون أنه أخته من الرضاء يقول فلما سأل القوم الصحابة سألوا من هذه قالوا هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاء يقول راوي الحديث فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وهو يظللها من الشمس أسألكم بالله من يفعل هذا مع أخته إذا دخلت مع بنته و لو كانت صغيرة من يفعل هذا انظروا إلى التربية النبوية تربية يبي لنا النبي عليه الصلاة والسلام و كأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه على هذه التربية الحسنة يعلم أصحابه أن الأخوة باقية و إن بعد الزمان و إن بعدت المواقع لأن شيما لم تكن في المدينة و إن بعدت المواقع فإن الأخوة تبقى مهما حصل من الأمور ما حصل و لذلك قال راوي الحديث فقام عليه الصلاة والسلام و أجلسها في مكانه و كان عليه الصلاة والسلام لا يجلس أحدا في مكانه إلا لمنزلة عالية عنده صلى الله عليه و آله وسلم و صدق الله و إنك لعلى خلق عظيم جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق و لذلك جاءت قصص على تلك الحياء ذلك الحياء في القرآن الكريم قصة موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء انظر إلى التربية قيل أن هاتين البنتين هما بنات شعيب عليه السلام و قيل غير ذلك لكن الشاهد انظر إلى أبيهما كيف رباهما تربية صالحة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قال بعض أهل التفسير الاستحياء يرجع إلى الفعل وهو الحركة و يرجع إلى القول فيصلح النقرة فجاءته إحداهما ثم نسكت و نقول على استحياء قالت أي في القول في حياء و يصلح النقرة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فالاستحياء فالحياء يرجع إلى الحركة المشي انظر إلى البلاغة القرآنية انظر إلى تلك التربية من هذا الرجل إن كان رجل صالح أو كان النبي شعيب انظر إلى كيف ربى تلك البنات فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فحياءها و حركاتها و كلماتها يهذبها ذلك الحياء و هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم و الحياء كله خير و الحياء لا يأتي إلا بخير و لذلك بيّن النبي عليه الصلاة و السلام هذا الأمر و وضح القرآن هذا البيان على الحياء و أنه لابد للأب للأم أن يربي تلك البنت على هذه الميزة الحسنة على هذه الخصلة المباركة ألا و هي الحياء و لذلك قال عليه الصلاة و السلام و الحياء كله خير نقف عند هذا الفاصل يسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة و الأخوات لازلنا و إياكم في هذه الحلقة المباركة مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة على تلك الحقوق حقوق الأبناء على الآباء و ما أحوجنا إلى تلك الحقوق أي و ربي على أن نربي الأبناء تربية كما أمر الله عز وجل و من أهم تلك الأمور التي ينبغي أن يربي الأب بنتها أو ابنه أو حتى أحفاده أن يربيهم تربية كما أمر الله عز وجل و لذلك قال عليه الصلاة و السلام كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فالأب سيسأل عن هذه التربية للأبناء و الأم ستسأل عن هذه التربية لأولئك الأبناء و لذلك من أهم تلك الحقوق التي ينبغي للأب أن يدركها أن يعرفها أن يعمل بها هي اختيار الإسم الصالح الإسم الحسن لذلك الابن و لذلك لابد أن يختار الإسم الصالح الاسم الحسن و لذلك أيضا قال عليه الصلاة و السلام مبينا تلك الأهداب و تلك السمات المبارك أن يختار الاسم الصالح لما جاء رجل فقال النبي عليه الصلاة و السلام ما اسمك فقال الرجل اسمي محزون أو حزن أو نحو هذه الكلمة حزن قال اسمي حزن فقال عليه الصلاة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه فقال هذا الرجل لا أغير اسما سمانيه أبي كأنه رد هذا الاسم رد هذا تغيير الاسم من المصطفى صلى الله عليه وسلم انظروا فلذلك لما غير الاسم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم فأبى هذا الرجل قال عليه الصلاة و السلام ما اسمك قال اسمي حزن من الحزن قال بل أنت سهل يقول عليه الصلاة و السلام كأنه يريد أن يسميه سهل قال الرجل ما أنا بمغير اسمي ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي يقول ابن المسيب يعلق على هذا الأمر يقول فما زالت فينا الحزون بعد ذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسهل الأمر عليه يريد أن يغير هذا الأمر يريد أن يغير هذا الاسم فأبى هذا الرجل ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد علمنا يقولون يا رسول الله قد علمنا حق الولد فما حق الوالد قال أن يحسن اسمه ويؤدبه يؤدبه ويحسن اسمه هذه من حقوق الولد أيضا من حقوق الولد أن تختار له الزوجة الصالحة فهذه من أهم الحقوق حقوق الأبناء على الآباء أن يختار الأب الزوجة الصالحة لهذا الابن التي تعين الولد يعني الابن تعين الولد على تربية الأبناء تعين الزوجة هذه الصالحة على تربية الأبناء بعد فترة تربية صحيحة على الدين والأخلاق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والحديث عند البخاري أيضا من الأمور ومن الآداب ومن الحقوق الأبناء على الآباء عند ولادته أنه يؤذن في إذنه اليمنى ويقيم في إذنه اليسرى ولو أن هذا الحديث ضعيف وفيه مقال ولكن يستحسن من باب يعني الاستحسان أنه يعني أنه أول ما يطرق إذن هذا المولود هو ذكر الله تبارك وتعالى ولذلك جاء أحاديث كثيرة في هذا الباب أيضا من حقوق الأبناء على الآباء تربيتهم وتعليمهم الأخلاق الحسن منذ طفولتهم بعضنا يريد أن يعلم أبناء وهم كبار قد بلغوا قد ربما تزوجوا يريد أن يعلم هؤلاء الأبناء التربية تبدأ من الصغر اغرس في أبنائك منذ الصغر وتركهم عند الكبر كما قالوا ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلم غلمان الصحابة يغتنص هذه الفرصة في الصغار لما جاءه رجل فقال أوصني قال لا تغضى جاءه ابن عباس فقال يا غلام إني أعلمك كلمات جاءه غلام آخر يا أبا عمير ما فعل النغير انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار وقد ألفت كتب في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار أيضا من حقوق الأبناء على الآباء هي أن يعلق الأب هذا الإبن في طاعات الله تبارك وتعالى في تعليمه لكتاب الله عز وجل في إلحاقه في حلقات قرآن بعضنا ربما يقول الأب أن لا أريد يعني أعقد هذا الإبن منذ صغرية أنا دخله في حلقات قرآن يعني الجيل اللي معاه في جهة أخرى وهذا ربما يكون تفكير عقيم ولذلك تجد أكثر المتميزين كانت بدايتهم بدايتهم في تعلقهم في كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن نهتم إلى هذا الجيل لأنهم هم الذين سيقودون هذه الأمة بعد سنوات بهذا القدر أكتفي وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا